كيف تسمي وتصنف هذه الاتفاقية؟ هل هي خيانة عظمى؟ أم هي سوء استخدام للسلطة؟ أم هي جريمة بالاتصال مع العدو؟ نحن ست قدمنا لدى مودعي عام يعني سلمناها هايلي النائب العام الدكتور حسن العبداللات باليد هذا الإخبار حول الجرائم التي ترتكبها أو التي ارتكبتها ثلاث حكومات بالإضافة إلى مجالس إدارات شركتي الكهرباء الوطنية والبوتاس العربية لحكوماتهم من حكومات النسور والملقي والرزاس ونحن نقول ما يليه أولا أنه ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى خلافا لأحكام المادة 2-1-32-32 من قانون محكمة الوزراء لأنهم ارتكبوا جرائم تقع على أمن الدولة الخارجي والداخلي وأيضا خالفوا أحكام الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور التي حكتها أو قرأتها الدكتورة قبل قليل وأيضا هذا يدخل في خضم أيضا إساءة استخدام السلطة وأيضا هو يعني اتصال مع العدو لأغراض غير مباشرة لا يكفي أن يقال أنه إحنا في عنا معاهدة سلام مع الكيان الصهيوني حتى لا يصنف هذا الكيان ككيان معادي يكفي أن نستعرض جدول التعديات الذي قام بها هذا الكيان على الأردن وعلى مواطنيين حتى نثبت بالوجه النهائي والقطعي أن هذا عدو مطار تبناع الذي يهدد الملاحة الجوية في منطقة العقبة رائد زعيتر الذي قتلوه بدم بارد لليوم ونسمع شو لجنة التحقيق بتقول المواطنين الثنين الذي قتلهم حارس السفارة وحكومتنا العظيمة ودتوا على أغلب استخدر لتنياهو استقبال الأبطال ودون أن يحاكم ويساءل واثنين مواطنين أردنيين عزل بيروح دمهم هدر والأسرى أردنيين اللازالوا معتقلين اعتقال مواطنين أردنيين من أجل التفاوض على اعتقالهم مقابل إلغاء استعادة الباقورة والغمر وقطع المياه الإخلال بالالتزامات في المياه والتهديد أيضا بتعطيش الأردن أكثر من هيك يا صاحب القرار ماذا تنتظر ماذا تنتظر بدك تعطيهم الكهرباء كمان هذه هي الكارثة المحققة التي ستعدم أي إمكانية لأن يكون هذا البلد ذو سيادة ومستقل اليوم علينا بس بعد ذلك أكمل الجملة اليوم قبل الغد من شانك حكينا النداء الأخير دكتورة ضل ثلاث أسابيع قبل أن يضخ الغاز انضخ الغاز خلاص رحنا فيها لدينا كثير من قضايا الفساد في الأردن يعني نعوش في قضايا الفساد اليوم هل بإمكاننا وضع اتفاقية الغاز في بند من بنود شبهات الفساد في الأردن؟ شكرا لسؤالك هذا هو الكتاب الذي وجهته الحملة لهيئة مكافحة الفساد مرتين عندما كان الأستاذ محمد العلاف رئيسا لهذه الهيئة هذا الكتاب كل هذه الصفحات التي تشايفينها تشير إلى عدة شبهات فساد تحيط بهذه الصفقة هذه الاتفاقية أبرزها؟ شو أبرزها؟ يعني أبرزها أن الأردن هو الشيء ليس بحاجة هذا الاتفاق الإطلاق طبعا أنت كيف تكتصرف عشرة مليار عايش أنت بحاجته أي أول مؤشر للفساد تنين أنت موقع مع شيء ذكي وسيطة صدعت راسنا وانت تقول نوبل انرجي طلعت موقع مع ان بي ال جوردن ماركتنج ليميتد المسجلة وين؟ في جزر الكامل أي كمان ما يشون فساد هناك تحرر الضريبية أيضا هناك مسجلة في جنة التحرر الضريبية هم هم في هذه النقاط بالذات طبعا أين راحت هاي الشكوى؟ هدول عشرة مليار مش عشرة قوش